بعيداً عن الإملاءات الخارجية قريباً من الرغبة الشعبية فريقان في العملية السياسية بعد اجتماع الحنانة حكومة أغلبية وطنية ومعارضة وطنية هي الأخرى لقاء الصدر بارزاني الخنجر والحلبوسي خطوة باتجاه تحالف عابر بشكل حقيقي للمكونات نحو الشراكة الوطنية الفاعلة مبدرة الحنانة خطوة في طريق استقرار العراق ودفع الفتنة وتغليب لغة الحوار كلمات الشيخ الخنجر معاً اللقاء أكدت على تماسك التحالفات الوطنية وأهدافها الواضحة في بناء حكومة أغلبية وطنية قادرة على إدارة الدولة وخدمة الشعب هكذا إذن علم كل أناس مشربهم فالعمل الديمقراطي لا يكتمل مطلقاً دون وجود موالات ومعارضة لخلق توازن يدفع الحكومة نحو تحقيق الإنجازات ويعطي دوراً للرقابة الجادة على العمل الحكومي من منطلقات وطنية وفي الوقت الذي حسم فيه المجتمعون في الحنانة أمرهم نحو تشكيل الحكومة المقبلة تبقى العملية السياسية بانتظار رد فعل الأطراف الأخرى لمعرفة موقفها من مخرجات اللقاء